بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لرئيس سيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة وقال وزير الداخلية في برقيته إن القوات المسلحة سجلت مع الشعب المصري أسمى معاني الوطنية والوفاء حين التف الشعب حول جيشه وخلد في سجل النضال الوطني ملحمة ترسق للأجيال المتعاقب قيم العطاء والوفاء كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو التي جسدت معاني العزة والكرامة على أيدي أبناء الوطن وتقدم وزير الداخلية بالتهنئة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة يوليو المجيدة وهنأ وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة ثورة يوليو المجيدة كما بعث برقية تهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر والوطن ويجعل رجاله قواته المسلحة في رباط إلى يوم الدين وتقدم أيضا ببرقية لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسقر بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى ترجمة نانسي قنقر